المفتاح الثاني من مفاتيح تقول الله سبحانه وتعالى هو التوكل على الله والتوكل على الله فيه بركة عظيمة يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضوا خماصا وتروح بطانة الطير تتوكل على الله تسبح في الأرض تذهب جائعة وترجع مشبهة إن شاء الله لأن ربون عزيزي يقول ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقوها ومن أهم صور التوكل على الله عزيزي أن الإنسان يستخير الله عزيزي في أموره كلها كما ورد عن أحد الصحابة أنه قال علمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم الاستخارة في أمور كلها يبقى كلما تعزم على أمر استخير الله يعني استخير الله صلى ركعتين وقول يا رب إن كان هذا الأمر فيه خير ووفقه لي ويسيره لي وبرك لي فيه وإن كان فيه شر تصرفه عني استخارة دمهومة جدا والحقيقة كثير من الصالحين لا يأخذ قرار في حياته أبدا حتى أن أحد الصحابة قال كنا نستخير الله حتى في خياط نعلي الأمور حتى البنهية كان يستخير الله عزيزي فيها فالإنسان لما يكسر من الاستخارة ويجعلها مزلل حياته كلها يبارك الله سبحانه وتعالى في أموره كلها إن شاء الله وصلاة الحاجة أيضا من بعض الناس لما يقع في أزمة كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا حازبه أمره فزع إلى الصلاة تتودأ وتصلي ركعتين وتدعو الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت كافيني وأنت خير من يتوكل عليه حسبونا الله ونعم الوكيل وربونا عز وجل الحقيقة هذا الدعاء له طبعا أسر كثيرة جدا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار جاء إليه جبريل قال ألك حاجة؟ قال منك فلا ولكن علمه بحال يغني عن سؤالي وقال حسبونا الله ونعم الوكيل فقال ربونا عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأيضا الصحابة في غزوة أحد ماذا فعلوا عندما جمع الكفار جمعهم كان جيش مهزوم جيش الصحابة كان مهزوم فجمعهم من مرة السلامة الكفار حتى يقضوا على المسلمين قالوا حسبونا الله نعم ووكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الله من أساس السوء وتبع لذان الله والله ذو فضل عزيم يبقى الإنسان يتعود قول حسبونا الله نعم ووكيل فإنها إن شاء الله تفر الكروب وهي من أركان التوكل عن الله سبحانه وتعالى قولها بإخلاص وبنية صادقة الأمر الرابع وهمهم جدا وهو الاتزام بشروط توكل لأن التوكل له شروط الحقيقة الشرط الأول أن تفوض الأمر كله لله لأن الله سبحانه وتعالى بيد الأمر كله وسبحانه وتعالى يقدر الأقدار كلها ليس الإنسان أي دخل في إدارة هذه الدنيا سبحانه وتعالى خالق كل شيء وبيده الخلق والأمر كله يبقى تفوض الأمر لله سبحانه وتعالى كله فده أول شرط من شروط التوكل الشرط الثاني الاخذ بالاسباب الحقيقة بعض الناس تاخد الموضوع كده بشيء من الاستخفاف لا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد كان يختزل طعامه لمدة عام وهو سيد المتوكلين يعني ما ينفعش ان طالب يعود يرى قرآن ويدعى ربنا وما يذكرش لازم يرصب لابد ان ياخذ بالاسباب كما يسعى فلوسكو يبذل قصارى جهده ده من شروط توكل النسان يعمل ويبذل قصارى جهده اللي ياخذ بالاسباب فيكون متوكل على الله سبحانه وتعالى اما ان لم ياخذ بالاسباب فلا يعد من المتوكلين الشرط الثالث وهو عدم ربط الاسباب بالنتائج هو بياخذ بالاسباب وفقط لان ليست تلك الاسباب هي التي تحق النتيجة لا النتيجة بيد الله طب ولماذا اخذ بالاسباب من باب الطاعة يعني زي ما يقول احنا عباد لله عز وجل ربنا عز وجل هو سيدنا ومولانا امرك بشيء خلاص ناخذ بالاسباب وتفوض الامر الله لا تربط الاسباب بالنتائج ابدا يعني بعض الناس ياخذوا باسباب بسيطة جدا وربنا عز وجل يفتح عليهم بافاق لا حدود لها وحين تقض بالاسباب ولا تنال اي نجاح والنتيجة تكون فاشلة لان الامر كله بيد الله عز وجل يعني من شروط توكل التفوض لله سبحانه وتعالى ان تاخذ الاسباب ولا تربط تلك الاسباب بالنتائج بل انك تفعل هذه الاسباب طاعة وامتسالة لامر ربنا عز وجل الشرط الرابع اعتماد القلب على الله عز وجل وسكونه اليه لانه بيده الامر كله والشرط الخامس هو حسن الظن بالله لازم بقى ان تتخذ الاسباب وتزع ربنا وتتوكل يكون عندك حسن الظن بالله لان الله عز وجل سيعطيك على قدر ظنك بعض الناس بيدعو دعاء زي مثلا امرأة يا رب ارزقني البنت حتى لو كانت عمياء فربنا اعطاها بنت عمياء لو دعت الله عز وجل وقالت يا رب ارزقني بأجمل بنات لأعطاه الله أجمل بنات فربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء وهو أرحم الرحمين فالانسان بقى يطمع في رحمة الله عز وجل كما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونستعيذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان الله يبقى الإنسان لما يدعو الله عز وجل ويتوك عليه يبقى عنده حسن ظن ان ربنا عز وجل سيعطيه وسيعطيه الله سبحانه وتعالى على قدر ظنه كما يقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليزن بي ما شاء يعني كلما ظننت بالله خيرا سيعطيك خيرا وكلما كان ظنك فقيرا فسأخذه وسينالك مثلما ظننت بالله سبحانه وتعالى الشرط الخامس والأخير وهو الرضا بقسمة الله عز وجل هنا تكون متوكلا صادقا ربنا عز وجل له الأمر وله الحكم هو سبحانه وتعالى يفعل في الدنيا ما شاء فينبغي أن ترضى بقسمة الله عز وجل إن أعطاك أم لا يعطيك لأن قد يكون خير في عدم العطاء كذا الإنسان ممكن يطلب طلب معين ويدعو الله عز وجل به وربنا عز وجل يعطيه أكثر إن شاء الله أو يعطيه مصلحته لأن الله عز وجل بيده مصالح بإباده أرحم الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم